زملاء الأعزاء هنستعرض النهاردة أشهر الاختصارات اللي بنستخدمها ونشوفها في فحوصات الأشعة العادية وأول اختصار معنا هو الـ PXR ده معناه Plane X-Ray يعني أشعة عادية والاختصار اللي بعد كده هو الـ CXR يعني Chest X-Ray ودي أشعة عادية على الصدر والـ SXR يعني Skull X-Ray ودي أشعة عادية على الجمجمة والـ AXR يعني Abdominal X-Ray ودي أشعة عادية على البطن ندخل بعد كده على قسم البريمات والبريم هي مادة معتمة للأشعة بنستخدمها في فحوصات الأشعة العادية واختصارها PA يبقى الاختصار PAE يعني بريم إينما ده أشعة باستخدام البريم عن طريق الحقنة الشراجية لفحص القولون والـ PASW بريم سوالو أشعة بالبريم لفحص المرية والـ BAM بريم ميل أشعة عادية بالبريم لفحص المعدة والـ BAFT ده اختصار للبريم فولوسرو أشعة عادية بالبريم لمتابعة الأمعاء الدقيقة الاختصار اللي بعد كده هو الـ HSG هسترو سالبينجو جرام وده معناه أشعة بالسبغة لفحص الرحم وقنطي فالوب نيجي بعد كده لفحصات الأشعة العادية على الجهاز البولي والاختصار بيو تي يعني بلين إكس راي لليوراني ريتراكت ده أشعة عادية للجهاز البولي اللي هما الكليتين والحالبين والمسانة والاختصار بيو تي هو هو نفسه لاختصار كيو بي واللي معناه كيدنس ويروتار وبلدر الكليتين والحالبين والمسانة والاختصار اللي بعد كده هو الـ IVP يعني إنترا فينس بايلو جرام وده أشعة بالسبغة لتوضيح الجهاز البولي وهو هو نفس الاختصار IVU يعني إنترا فينس يورو جرام لو عجبتك فكرة الفيديو حط لايك واعمل شير واسيب لنا كومنت عن أي اختصار ما تكلمناش عنه النهاردة اشتركوا في القناة